بدعم حلف شمال الأطلسي شهد هذا الأسبوع تطهير مكان دفنت فيه المواد المشعة خلال عهد الاتحاد السوفيتي بمنطقة الجيتومر الأوكرانية فريق يو اي تيفي زار الأرض الخالية من مخلفات المواد المشعة ومنها عادت الزميل يورسلاو غوربيك بهذا التقرير الذي تقرأه الزميلة ياسمين الزهراوي هذه الأرض منذ الحقبة السوفيتية وحتى العام الماضي كانت تضم في باطنها نفايات مشعة والآن وبعد انتهاء عمال تنقيتها أصبحت آمنة فعلى مدار عام كامل أزيلت جميع النفايات النووية وذلك عبر ثلاث مراحل آخرها تجميع المواد المشعة ونقلها إلى مكان بعيد من هنا لتصبح هذه الأرض خالية من المواد المشعة هذا المشروع فريد من نوعه في أوكرانيا حيث ولأول مرة نقوم بتنفيذ مشاريع متعلقة بالتخلص من النفايات المشعة فكل الأعمال المتصلة بهذه العملية من البداية إلى النهاية جرت بواسطة متخصصين أوكرانيين يعملون في الشركة الأوكرانية التي ظفرت بالمناقصة الدولية التي أجريت لهذا الخصوص بمنطقة فاكولينتشوك استخرج أكثر من أربعين مادة مشعة بأحجام زاد بعضها عن وزن 216 كيلوغراما المنطقة التي كانت تعود ملكيتها لوحدة قوات الصواريخ الاستراتيجية في الاتحاد السوفيتي كانت تضم منتجات نووية في العام 2002 أكد الخبراء أن مستوى الإشاعات تجاوز المعدل الطبيعي بأكثر من ألف مرة وفي العام 2016 بدأ تنفيذ مشروع تطهير المنطقة بتخصيص صندوق إنمائي دعمه الناتو بمبلغ 850 ألف يورو ألمانيا والتي تعد بلدا رائدا في تنفيذ هذا النوع من المشاريع قدمت دعما كبيرا إضافة إلى المساعدات التي قدمتها كل من لوكسنبورغ وسويسرا والولايات المتحدة هذا يدل على أن الناتو مستعد لمواصلة دعم أوكرانيا في نواحي كثيرة ليس فقط في المسائل العسكرية والدفاعية سكان بلدة باكولينشوك شعروا بالارتياح هم الآن يستطيعون جني ما تنبطه هذه الأرض ويستطيعون الاستجمام في طبيعتها وأماكنها الجميلة هذا المشروع أقيم على بعد كيلومترين إثنين من القرية التي يبلغ تعداد سكانها ألفين سما التطهير سيخفف من أعباء الناس فيها ويسمح باستعادة الأجواء الطبيعية الجميلة وستعود الحياة للبحيرات القريبة والتي بات من الممكن صيد السمك فيها من جديد وتقضية أوقات سعيدة بالإضافة لمنطقة جيتومر توجد أربعة أماكن أخرى تضم مستودعات مشعة في كل من كيروهراد، إيفانو فرانكوفسك، دونيتسك وكذلك في شب جزيرة القرن النفايات المشعة المتهونة تحت الأرض قد لا تشكل تهديداً مباشراً لكن مراقبتها واجبة وبشكل دوي فاحتمالات تسربها إلى البيئة تبقى واقعة في هذه الأثناء، تواصل التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي من أجل تطهير بقية الأماكن التي تحتوي على مواد مشعة على غيرار تلك الموجودة بمنطقة كيروهراد وغيرها اشتركوا في القناة